أحسن الله إليكم من الأسئلة أيضا في وسائل التواصل يسأل عن حكم أن يبدأ الإمام بقراءة آية من وسطها مثلا في الصلاة مثل آية الدين بحكم أنها مثلا طويلة قد يبدأ من منتصفها هل يجوز ذلك على المسلم أن يحرص على تطبيق السنة وأن يبتعد عن مثل هذه الاجتهادات فإذا أراد أن يقرأ آية يقرأها من أولها من أول الآية إلى آخرها أما أنه يبدأ من وسط الآية فلا أعلم لهذا أصلا ولذلك أقول الأخ الكريم عليه أن يحرص على تطبيق السنة السنة في قراءة في الصلاة أن يقرأ بعد الفاتحة في صلاة الفجر بطوال المفصل غالبا والمفصل من سورة قاف إلى سورة عم يتسألون وفي الظهر والعصر والعشاء من وسط المفصل من عم يتسألون إلى الظهر وفي المغرب من قصار مفصل هذا على السبيل يعني غالبا وليس دائما هذا ذكره الفقوه ذكره أن هذا هو المستحب وعلى ذلك فالأفضل أن يقرأ سورة سورة كاملة هذا هو الأقرب للسنة ولا بأس أن يقرأ أيضا آيات لكن أن يقرأ من وسط الآية فلا أعلم لهذا أصلا أحسن الله